موسيقى موسيقى مشي الأول مرة غدي نتكلمو على هذا الموضوع ديل تطبيقات داخل سيارات أجراء وصراعات اللي عرفاتها وما بينها وبين بقي اللذين يشغلونا بسيارات غير مرخصة ممكن بالضرورة لكانت عندنا جريبة في التعاطي مع هذا الأمر ديل تكنولوجيا ولقينا أن هذا الموضوع يجب التناول ديله بشكل جدي لأن المستقبل دعما يحتمل واحد العدد كبير ديل الأخطار في حالة عدم تدخول ديلنا كنقابة من أجل تأطير هذا الموضوع ديل التكنولوجيا والأهمية ديله لأن مسألة التكنولوجيا اليوم تحصل الحاصل جاية يعني كينة فرضات رأسها وقصت واحد العدد كبير ديل المجالات من ضمنها بالطبع مجال النقل فكان بالضرورة كان نقابة أن ننفق روف هذا الموضوع والكيفية ديل التعاطي معاه من أجل ضمان بالطبع انخراط التكنولوجيا وضمان واحد يعني ضمان الاستمراري والاستقرار ديل العمل ديل المهنية سيارة الأجراء أنه اللي التاضح وهذا من الأخطار المحتملة طلب على هذا الشي ديل التكنولوجيا ديل الحجز في تزايد فطبع هذا آثار غادي يكون آثار سلبي على قطاع سيارة الأجراء في حالة عدم انخراطه في هذا الموضوع ديل التكنولوجيا فهذا اليوم الندوى سدعينا مجموعة من الخبراء من أجل إبداء رأي ديلهم وبينوا الأهمية ديل التكنولوجيا من أجل افتجاه تأهيل وتطوير ديل القطاع وانخراط وهنا كيجي الشق الثاني من العنوان ديل الندوى اللي هو الانتقال لهذه من أجل الحفاظ على مناصب الشغل الكينا وأكيد رغض تشتح مناصب أخرى ولكن في حالة عدم تدخل دينا وخلينا هاتشي غادي كينتاشر فالأثار قد يكون كاريتي على المهنة بمعنى المهنة ستنضطر غدا هاتشي اليوم مقننش ولكن غدا ربما لأنه كانت طلبية في تزايد يعني المواطنين والله يحب دون هذه الخدمة الناس ما بقاش بغا تنتظر اليوم كانت تكنولوجيا كيقدي واحد العدد كبير ديال المصالح دياله عبر التكنولوجيا فقدروا رحت النقل في حالة تاكسي القانوني والشرعي إلى ما ما كانش كيقدم هذه الخدمة وما كيقدمش هذا هذا كسي نورمال غا الناس هتتقلب على الباديل وهنا كيف قلت لك غادي كون ديتار ديال القطاع ديالنا وهذا ما يسمى بالانتقال غير العاديل دونك العنوان ديال تحول التكنولوجيا كيفاش غادي نواكبو كيفاش غادي نخارطو من أجل الحفاظ على مناصب الشغل ديالنا وفرص على العمل اللي كيتيح قطاع سيارة وجهة وبهذا الشكل بنكون يكون انتقالا عاديلا داب اليوم اللي كيتلاحظ أن مجموعة من شركة تطبيقات الحز وسيلة نقل أبدأ تستعدادها أنها تشتغل مع سيارة الأجراء حتى التطبيقات اللي كانت للأمس القريب تشتغل مع السيارات الغير مرخصة ربما هذا ما غاديش نقول غير التصراح ديالسيد وزير الداخلية اللي كانت تصراح جازم حاسم أنه أي تكنولوجيا رمع وسائل النقل المقننة والمشروعة ونقدركوا هذا الأمر ليوم رامون فاتحين باش يشتغلوا ويساهموا في تأهيد ديال القطاع وانخراطوا في هاد شي ديال التكنولوجيا وراح حضرين معنا تقريبا جو الشركات اللي قاد يقدموا عروض ديالهم واشنو المساهمة ديالهم ماشي المسألة ما غن نخدواش غير من زاوية تجارية محدة يعني يجيين باش يستمروه باش يوفروا واحد الوسيلة ديال الحز بل المساهمة ديالهم في تأهيل ديال المهنيين تكوينهم يعني في تأهيل ديالهم ماشي تكوين غير في المجال التكنولوجي بل تكوين في العلاقة ديالهم مع الزبناء في الطريقة ديال السير دياله في الطريق يعني مجموعة من المحاور في هذا المجال ديال تكوين اللي غدا تكون حاضراء هم ملتزمين باش يواكبوا هاد العملية